سيادة النائب خلينا نتكلم مباشرة مصرفين دلوقتي من قطاع السياحة سواء المنشآت أو البنية التحتية الخاصة بيها وإزاي بتستقبل السياحة طبعا نازل ما في الأول عارفين السياحة منظومة كبيرة جدا متكاملة يعني عشان نقدر نقول إن في دولة من دول العالم بتستقطب عدد كبير من السياح ده معناه إن الدولة كلها على بعضها أصبحت جاهزة لذلك زمان كنا بنعتمد على سياحة الأثار بس أو سياحة الثقافية زمستك تفضلت بالفعل وده كان الحقيقة يعني نظرة محدودة جدا للسياحة السياحة في العالم لها أكتر من شق السياحة المؤتمرية لستك تكلمتي عنها وسياحة حرياضية وسياحة الحقيقة الشاطئية والسواحل وما شابه ده كلم يكون موجودا في مصر قبل العشر سنوات الماضية أما الآن ولدينا مدن جديدة تستقطب سياحة عالمية بشكل واضح جدا زي مدنة العالمين اللي بقالها تاربع سنين حقيقة ومهرجانها اللي بقاله تلت سنين بيستقطب سياحة أجنبية كبيرة جدا يعني أي مصر مننا بيمش في الساحة للشمال النهاردة ما كناش بنشوف أجنبي واحد النهاردة هنشوف الحقيقة آلاف الأجانب الموجودون على أرض مصر بيقضوا أجازة سياحية حقيقية سعيدة جدا في مدنة العالمين مثلا على سبيل المثال ده ما كانش موجودا فيك هذه النظرة الجديدة للسياحة المصرية وفتح أفاق قديدة بعيدا فقط عن سيناء العظيمة بما يتعلق بفكرة طول نيوبع وشهر من الشيخ وهذه السياحة المصرية الشطائية القديمة كواس كده كان كل تركزنا في السياحة الأول على الأهرامات على الأسر وأسوان عمرها ما ستنقطع هذا النوع من السياحة طبعا بفضل ربنا ومحابات ربنا سبحانه وتعالى المصر بهذه النخبة الكبيرة جدا من الأثار وهذه الثقافة والحضارة الكبيرة ولكن احنا بنتكلم عن تخطيط جديد وقالية جديدة وجاذبة أكتر للسياحة في مصر طيب دكتور أيمان كلنا عارفين أن وسائل العالم الأجنبية مش بسهولة كده تنشر حاجة حلوة عن مصر هي دايما تتصيد الأخطاء للجانب المصري والكل يعلم ذلك لما موقع زي فينانشال تايمس يقول أن مصر صمدت خلال عدد من الأحداث اللي حصلت في منطقة الشاريخ الأوسط أنها تكون قبلة سياحية تأثير دائي دلالة دائي نستفيد منه إزاي كمان على المستوى الدولي ونجذب بيئة برعاد من كمسر رقم واحد زمن ستك تفضلت بالتحديد نحن دائما وأبد أن ننتقد يعني كمصر تنتقد بشكل أو بآخر ويتم استهاض الأخطاء الكبيرة والأحداث الصغيرة تكبر في الوسائل الإعلام العالمية عشان تقلل من قدرة مصر على الحقيقة الجذب السياحي أو الإرادات المصري بشكل أو بآخر ولكن لما لايه فانانشال تايمز مش قادرة تقول غير الواقع ما إنت أصبحت في واقع جديد دولة تعمل في كافة المجالات دولة تقوم ببنية تحتيها حقيقية لأن السياحة زي ما قلنا مرافق كمان السياحة يعني منشآت فندقية كبيرة السياحة يعني طرق حقيقية يمشي فيها السياحة مبقاش عنده إشكالية السياحة يعني منشآت سياحية تخدم على هذا النوع على هذا السياح مش بس فندق يعيش فيه القصة أكبر من كده بكثير فمشف المرحلة الأخيرة وفي عشر سنوات الأخيرة للبناء أصبحنا مقدرين لده وشوف سيادتك في التقريب بتاع فانانشال تايمز أهم حاجة أقولك إيه الإشكاليات الكبيرة العالمية إذن العالم كله يمر بأزمات عندنا أوروبا طبعا لسه مازالت متأثرة والحد إمتى مش عارفين هتفضل متأثرة بالحرب الروسية الإقرانية العاملة ضجة كبيرة جدا من غرب أوروبا لشرقها بنتكلم على منطقة الحياة الشرق الأوسط والالتهاب الغير عادي الموجود في قناة السويس بالتحديد مثلا والبحر الأحمر والأزمة الكبيرة التي نمر بها وأزمة غزة وإسرائيل وأزمة غزة وإسرائيل بالفعل هي الأساس طبعا الإشكاليات الكبرى في الجنوب في السودان الإشكالية في الغرب في ليبيا مصر محاطة بعديد من الحقيقة التحديات الكبيرة الجيوسياسية وراجل بالرغم من ذلك التخطيط الجيد والإرادة السياسية الحقيقية لبناء مصر في ذلك هذه الظروف فرضت نفسها